دون كممات أو التزام بقواعد التباعد الاجتماعي تجمع آلف الأشخاص في أحد أكبر المهرجنات الموسيقية في الصين وتحديداً في مدينة وهان التي بدأت فيها أزمة فيروس كورونا العالمية العام الماضي لقد عانينا العام الماضي من تفشي الفيروس ولذا لم يكن من السهل الوصول إلى ما نحن عليه اليوم حيث يمكننا إقامة مهرجان للموسيقى مثل هذا لقد بذل الناس جهوداً كبيرة ودفعوا ثمناً باهظاً لذا أنا متحمس بشدة لوجودي هنا وقال منظم المهرجان إنه تم فرض قيود على الأعداد هذا العام فسمح فقط لأحد عشر ألف شخص بالحضور فيما تزيد الأعداد كثيراً في الأحوال العادية مؤكدين أن البعض استخدموا إجراءات احترازية لكن كثيرين لم يستخدموها وبهذا المهرجان تعود الفعاليات الجماهرية إلى وهان بعد اضطرارها لإقامتها عبر الإنترنت فقط العام الماضي بسبب قيود فيروس كورونا ووفقاً للبيانات الرسمية فقد عاش السكان في وهان أكثر من شهرين من القيود الصارمة في ظل عمليات الإغلاق الأولى في عام 2020 ولكن السلطات تقول إن المدينة أصبحت الآن خالية تماماً من فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر